السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي العام أهلا بكم مع حلقة جديدة وحلقات برنامج مدرسة على الهواء يسعدني في بداية الحلقة أن أرحب بجميع الطلبة والطالبات وأيضا كل المهتمين بدراسة قواعد اللغة العربية فدرسه اليوم إن شاء الله سيكون بعنوان جزم الفعل المضارع وهذا الدرس لا غنى عنه لطلبة الصف الثاني السنوي وكذلك طلبة الصف الثالث السنوي ثم نذهب بعد ذلك إلى درس مرتبط به وهو درس اقتران جواب الشرط بالفعل طبعا في حلقة سابقة في دراسة النحو كنا قد تحدثنا عن نصب الفعل المضارع واليوم نتحدث عن جزم الفعل المضارع في البداية نتعرف كيف متى يجزم الفعل المضارع فطبعا هيجزم الفعل المضارع في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا سبق بأداة جزم إذا سبق بأداة جزم سواء أداة جزم لفعل واحد أو أداة جزم لفعلين كما سنتعرف بعد قليل الحالة الثانية إذا عطف الفعل المضارع المجزوم على فعل آخر مجزوم الحالة الثالثة وهو درس مستقل سندرسه في لقاء آخر إن شاء الله وهو جزم الفعل المضارع في جواب الطلب إذن درس اليوم سنتحدث فيه عن جزم الفعل المضارع بعد أداة جزم ونبدأ في البداية بالأدوات التي تجزم فعلا واحدا طبعا درسنا هذا الموضوع قبل ذلك ولكننا سنعاود أو سنراجع عليه في عجالة متى يجزم الفعل المضارع أو ما أدوات جزم الفعل المضارع التي تجزم فعلا واحدا طبعا أبناء الطلبة والطالبات أكيد فاكرين وحفظين الكلام دوت إحنا برضو هنراجع مع بعض من خلال عرض الشرائح وبعض الأمثلة طبعا بيجزم الفعل المضارع بعد أداة جزم وحدة وهي لم ولما ولام الأمر ولا أنا هي يعني نحتاج إلى عرض هذه الأدوات من خلال أمثلة على الشرائح التي سأعرضها عليكم الآن الدرس بعنوان جزم الفعل المضارع طيب الأدوات التي تجزم الفعل المضارع أو زي ما قلت منذ قليل يجزم المضارع إذا وقع بعد أداة تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وهما أداة جزم وقلب مثل لم يسافر الوزير لما يعد محمد لما هنا بمعنى لم يعد ولكنه ربما يرجع قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني الإيمان لسه لم يدخل ولكننا نتوقع أن يدخل الإيمان فكلمة لما تنفي الفعل ولكنها تدل على قرب حدوث الفعل ولم ولما إذن هما أداة نفي وجزم فالفعل المضارع بعدهما يكون مجزوما وسنتعرف على علامات جزم الفعل المضارع أيضا من خلال الأمثلة المثال الثالث وهو لام الأمر وعايزين نفرق بين لام الأمر احنا خدنا قبل كده درسنا نوعين من اللام لام الجحود ولام التعليل وهما من أدوات نصب الفعل المضارع أما لام الأمر مثل لتحكم بين الناس بالعدل اللام هنا تعطينا معنى الأمر هي تدخل على المضارع وتجزم المضارع ولكنها تختلف عن لام التعليل التي تعلل السبب ولام الجحود التي تفيد الإنكار الشديد وهما كما قلت من أدوات نصب المضارع أما لام الأمر مثل لتحكم لتذاكر لتنصط لتستمع اللام مكسورة وتعطي الفعل المضارع معنى الأمر وهي من أدوات الجزم أما لنهية فهي الأدى الرابعة مثل قول المولى عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا الفعل المضارع هنا مكسور بلنهية وعلامة الجزم حذف حرف النون عادينا بردو نفهم عنه لنهية عندنا برضو خدنا قبل كده لا النفية لا يكذب المؤمن لا يتأخر الطالب عن موعد الدرس هنا أنفي الفعل ولذلك لن نفية تفيد نفي الحدث ولا تؤثر في الفعل المضارع ويظل الفعل المضارع مرفوعا مثل آخر لا يتأخر القطار عن موعده فعل مضارع مرفوع علامة الرافع الضم الظاهرة أما لنهية فتعني طالب الكف عن فعل الشيء تسمى لا النهية لا تفعل لا تتأخر لا تتوانى لا تهمل أو لا تهمل أو لا تهملن فيطلب الكف عن فعل الشيء وهي من أدوات جزم الفعل المضارع كما درسنا قبل ذلك ننتقل بعد ذلك إلى أدوات تجزم فعلين احنا خدنا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا ودرسناها قبل ذلك اليوم ننتقل إلى بعض الأدوات التي تجزم فعلين وهذه الأدوات عندما تجزم فعلين نسمي الفعل الأول فعل الشرط الثاني جواب الشرط هذه الأدوات تتضمن معنى الشرط يعني مثال سهل خالص من يزاكر ينجح بشرط من يزاكر ينجح ده شرط وجواب شرط الأمثلة ستوضح بعد أن نتعرض أو نتعرف على هذه الأدوات أيضا من خلال الشريحة الموجودة أو التي سأرضها عليكم الآن الأدوات التي تجزم فعلين هي إن وإذما وإن كانت إذما بعض الكتب لم تنقلها أو لم تتحدث عنها المهم أن نخذ عنها فكرة فقط هذه الأدوات إن وإذما ومن وما ومتى ومهما وأيانا وأينا وأينما وأنا وحيثما وكيفما وأي هذه الأدوات تجزم فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط طيب إحنا قلنا من شوية الفعل المضارع بيجزم في سلاس حالات الحالة الأولى إذا سبق بأدات جزم الحالة الثانية إذا عطف على فعل مضارع مجزوم قبله مثلا إن تذاكر مجزوم بإن؟ هذا الشرط جزم تذاكر فعل مضارع مجزوم وتكتهد ده فعل مضارع معطوف على تذاكر يبقى مجزوم وطبعا يناديك يبقى مضارع مجزوم في جواب الشرط يبقى أنا المثال اللي عندي بيوضح كلمة تكتهد ده فعل مضارع معطوف على مجزوم يبقى إيه؟ مجزوم الحتة المهمة اللي عايزين نركز عليها علامات جزم الفعل المضارع ثلاث علامات العلامة الأولى هي السكون السكون علامة جزم الفعل المضارع السكون متى؟ إذا كان الفعل صحيح الآخر مثلا لينفق لينفق مضارع مجزوم علامة الجزم السكون ليستمع لتنصت أو لا تتأخر أو أي دات شرط جزمة سواء بتجزم فعل أو فعل ما سواء بتجزم فعل إيه؟ طالما المضارع الصحيح الآخر يكون مجزوم بالسكون العلامة الثانية حزف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر مثلا لم يدعو لم يدعو الفعل ده ما أصله يدعو آخر وهو حرف علة فعندما جزم أصبحت علامة الجزم حزف حرف العلة أيضا نستطيع أن نقول مثلا آخر لم يرمي يرمي خطأ لابد أن نقول لم يرمي المهم تحتها كسرة فقط لم يرمي الولد الورقة فيرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلمة الجزم حزف حرف العلة أو لم يسعى لم يسعى عين على فتحة فقط هو أصله يسعى مضارع معتل الآخر بالآلف لكن عندما يسبق بأداة جزم سواء جزم الفعل واحد أو فعلين هيكون مجزوم وعلمة الجزم حزف حرف العلة إذن المضارع يجزم لغاية دلوتي خدنا علامتين الأولى السكون العلامة الأصلية هي السكون الثاني العلامة الفرعية وهي حزف حرف العلة وعند إذن العلامة الثالثة حزف حرف النون طيب معنا تليفون ناس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حداتك يا مستر الحمد لله زي كابنتي تمام الحمد لله يا مستر عندي سؤال يا مستر في البلاغة في البلاغة طيب إحنا النهاردة نحو كنا عايزين ناخد درسين طيب إحنا النهاردة بناخد نحو عايزة سؤال البلاغة طيب أقولي السؤال ولو في وقت نجاوم إن شاء الله السؤالك إيه أيوة أيوة يا مستر أيوة قولي السؤال البلاغة عايزة إيه السؤال في البلاغة بيوزي الكلمات التي تحتها خط تستامل على تورية حدد معناها القليب ومعناها البعيد في كل مهم ما يأتي فالسؤال بيقول فدعي للعكبي إنني لست ممن لا يراعون في الأنام خليلا لحظة يعني انت بتقولي ايه معلش واحدة واحدة عشان نكتب وراكي بتقولي ايه تاني أيوة يا عزة وقت التلفزيون يا عزة طيب عشان مش عارف اسمعك حلو أيوة يا عزة وقت التلفزيون شوية عشان ما اسمعي تاني آه السؤال بيقول فدعا العتباء إنني لست إنني لست ممن 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 لا يراعون في الأنام خليلا لا يراعون في الآلام في الآلام في الآلام آه في الآلام ايه خليلا خليلا عايز خط تحت ايه خليلا آه وبيقول فيها تورية حدد المعنى القريب والمعنى البعيد طيب ماشي عزة ماشي حدد ماشي شكرا شكرا طيب هي زميلتكو عزة بتسأل سؤال في التورية في البلاغة وطبعا درس البلاغة أو درس التورية إحنا لسه إن شاء الله بصدد دراساته في حلقة قادمة إن شاء الله وعند إذن سنجيب عن هذا السؤال لأن نرد عندنا درسين في النحو وعايزين نخلص اللي هو جزم المضارع وإقتران جاوب الشرط بالفاء فإن شاء الله السؤال دي بتاتيك دوت هيا بإن شاء الله هنجاوبه في التورية لما ناخد التورية إن شاء الله نرجع لعلامات جزم الفاعل والمضارع قولنا جزم الفاعل والمضارع يجزم في ثلاث علامات العلامة الأولى السكون العلامة الثانية حزف حرف العلة إذا كان معتد الآخر العلامة الثالثة حزف حرف النون إذا كان من الأفعال الخمسة طيب مثلا الطلاب لم يتركوا أي سؤال دون إجابة الطلاب لم يتركوا أي سؤال دون إجابة طيب هنا لم يتركوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حزف حرف النون حسف حرف النون اذا الفعل المضارع يجزم بسلاس علامات العلامة الاولى السكون العلامة الاصلية العلامة الثانية حسف حرف العلة اذا كان مواتل للاخر العلامة الثالثة حسف حرف النون طيب بعد كده هننتقل بقى ايه لطريقة من طرق التي ياتي فيها هذا الدرس في الامتحان بيجيب لي جملتين ويقول لي يخشى الله شرطة ينال رضاه اربط بين الجملتين التاليتين باداة شرط مناسبة وغير ما يلزم طيب احنا دلاتي من شوية قلنا ايه الفعل يخشى هنا فعل مضارع مرفوع لقدام دلوقتي على الشريحة طيب ينال فعل مضارع مرفوع لو حبيت ادخل عليه ادات شرط جازمة مناسبة يبقى ممكن اختار ايه يا ابنائي واحد يقول لي ان طيب ومن ايوما اجمل يبقى من طبعا طب لو انا قلت من يبقى من يخشى ينفع واحد يقول لي لا ما ينفعش ليه هيقول لي لانه مضارع مجزوم مجزوم ليه لانه معتل للاخر يبقى مجزوم بحازف حرف العلة يبقى هحزف الالف اللي احنا كدبينها يا يبقى من يخشى الله طيب اجي عندي كلمة ينال اقول ينال ما ده فعل صحي الاخر لكن عندما يقع المضارع في جواب الشرط هيكون مجزوم طب حط علم سكون ماشي طب والالف قبلها حرف مد ساكن لا نستطيع ان ناتي بحرفين ساكنين خلف بعضهما لذلك نقول من يخشى الله ينال رضاه ينال طيب نشوف بعض الامثلة بقى لبعض الادوات عندنا كلمة ان بتستعمل ده حرف اللي ربطي جواب الشرط بفعل الشرط وهي عموما هي من افضل الادوات او من اكثر الادوات استعمالا مثل ان تفعل الخيرة تنال رضا الله تفعل هنا فعل مضارع مجزوم وعلمت الجزم يا ابنائي عايز بعض الناس يتكلموا ما علمت الجزم ايه طبعا السكون لانه ايه صحيح الاخر طيب تنال فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلمت الجزم ايضا السكون يجا عند كلمة ازمة والبعض يقولك ان احنا مش مقررة بس نبديها عشان لو لقيتها في اي مثال حرف بمعنى ان مثل ازمة تقم اقم معناها ان تقم اقم نفس الكلام تقم مضارع مجزوم وعلمت الجزم السكون وحزفت الواو اصلها تقوم منعا لالتقاء ساكنين اقمس لها تماما طيب اداة الشرط من ده اسم شرط للعاقل اما ما لغير العاقل من يكتهد يتفوق مثال سهل خالص يعني ايه فعل الشرط انا بقول من يكتهد ده الشرط ايه جواب الشرط شيء بيترتب عليه وما تفعله من خير يعلمه الله لو عملت كذا ايه يحصل كذا يبقى اداة الشرط من فعل الشرط يكتهد جواب الشرط يتفوق الاثنين مجزومين وعلمت الجزم السكون طيب كلمة ما اسم شرط لغير العاقل وما تنفقه من شيء في سبيل الله يوفى اليكم او ما تفعله من خير يعلمه الله تفعله مضارع مجزوم وعلمت الجزم حزف حرف النون طيب يعلمه مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلمت الجزم السكون عندنا من اداة الشرط ايضا الجزمة مهما هي اسم الشرط غير العاقل ايضا مثل اغرك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمري القلب يفعلي طبعا هنا مهما اداة الشرط الجزمة فين فعل الشرط تأمري فين جواب الشرط يفعل طيب انت مهما كل ما تأمري القلب بيفعل على طول بيلتزم وينصاع لامرك ايبا هنا جواب الشرط هنا يفعل فعندنا تأمري فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حزف حرف النون طيب يفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون ولكن حرك بالكسر للمناسبة لان القافية مكسورة فيناسب حركة الايه الوزن والقافية متى اسم شرط للزمان طيب مثلا متى تأتي الينا نرحب بك متى تأتي مضارع مجزوم وعلامة الجزم حزف حرف العلة جواب الشرط نرحب مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون عندنا متى وايانا للزمان اسم الشرط للزمان ايانا تتجول في شوارع القاهرة تجد الامان تتجول مضارع مجزوم بالسكون تجد فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم ايضا السكون عندنا بقى وحيثما أسماء شرط للمكان مثل أينما تمشي في أسوان تجد الجمال أينما تمشي في أي مكان تمشي في أسوان تجد الجمال فهنا عندنا أينما فعل الشرط تمشي مضارع مجزوم وعلمة الجزم حسف حرف العل طيب عندنا تليفون طالبة أسماء السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته وزيك يا أسماء كان عندي تقولي مثل ماشي تفضلي الفرق بين عاماً وحولاً وسنة الفرق بين عام وحول وسنة طيب شكراً يا أسماء هي الإجابة عشان يعني السريعة هجاوبها النهاردة وهي بره لما حاجة بره المنك خالص يعايزها فمنقول مثلاً عندنا كلمة العام وكلمة السنة وكلمة الحول متى نستعمل العام ومتى نستعمل السنة قال العلماء أننا نستعمل العام عندما يكون هذا العام في الخير ونستعمل كلمة السنة عندما تكون هذه السنة فيها قحطة أو فيها جدبة أو فيها شدة أما الحول فيستعمل عندما عند الفلاحين مثلاً في الزراعة عندما مثلاً نخرج الزكاة مثلاً فاحنا عندنا زكاة الزروع والصمار يقولك وحالة عليها الحول في مصارف الزكاة وعند مثلاً زراعة معينة فحل علىها الحول ممكن تكون زراعة أرز مثلاً زراعة اللوبيا والفصولية اللي هي الزروع اللي فيها إيه اللي فيها سمار ده إجابة سريعة ده إجابة ده معلومات عامة يعني فبنشكر أسماء ونستكمل موضوعنا في النحو النهاردة ونرجع إلى أدوات الشرط الجازمة ووصلنا إلى كلمة أينما وحيثما فهي من أدوات الشرط للمكان حيثما تتحرك في القرية تلحظ الرقي حيثما هنا أدات شرط أو اسم شرط يدل على المكان هو تتحرك فعل الشرط مضارع مجزوم عامة الجازم السكون تلحظ فعل مضارع مجزوم في إجابة الشرط وعامة الجازم السكون عندنا من أدات الشرط أيضاً أن هنا غيرت بعض الأمثلة عشان أن نوع فيها أن تساعد الناس تشعري بالسعادة هنا كلمة أن بمعنى مكان ما هتساعد الناس أو متى هتساعد الناس أنت هتساعد الناس أن في أي مكان هتساعد فيه الناس ففعل الشرط تساعد أيه أن هنا للمكان تساعد فعل مضارع مجزوم طب علامة الجازم إيه حاسف حرف النون زي فعلاً ما بعض الطلبة ما قالهم لأنه فعل من الأفعال الخمسة اتصل بها المخاطبة فين جواب الشرط تشعري علامة الإعراب بتاعته مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامة الجازم حاسف حرف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة عندنا من أدات الشرط أيضاً كيفما وهي اسم شرط للحال زي كيفما تعامل الناس يعاملوك فعل الشرط تعامل جواب الشرط يعاملوك عايز بقى ابناء الطلب يركزوا أول مع كلمة جواب الشرط هنا فعل الشرط لو سألت تعامل فعل مضارع مالوك والمجزوم طب علامة الجازم إيه؟ يقول السكون طب يعاملوك لو تصرحت هتغلط لكن لو انت خدت بالك من يعاملوك هتلاقي فعل مضارع ده متصل به هو الجماعة يبقى من الأفعال الخمسة طيب يبقى أصلها يعاملونك لكن لأنه مجزوم يبقى يجزم بحسف حرف النون وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به ننتقل إلى أداة جديدة أو الأداة الأخيرة من أداة الشرط الجازمة وهي كلمة أي وكلمة أي هذه تستعمل إما للمكان وإما للزمان وإما للعاقل وإما لغير العاقل فحسب ما تضاف إليه مثلا عايزين نستعملها للعاقل أي طالب يكتهد يتفوق يجي وراء مضاف إليه عمون يعني أي طالب أي طالب يكتهد يتفوق فعل الشرط يكتهد وجو الشرط يتفوق وكلهما مجزوم عن تلجازم السكون طب لغير العاقل أي كتاب تقرأه تستفد كتاب غير عاقل يبقى تقرأ مضارع مجزوم ده فعل الشرط تستفد مضارع مجزوم في جواب الشرط علامة الجزم السكون حوزفة الياء منعا لالتقاء ساكنين ممكن أستعمل أي للزمان آه نعم أستعمل أي للزمان زي أي وقت تخرج فيه أخرج تخرج وأخرج فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون الأول فعل الشرط الثاني جواب الشرط ممكن أستعمل أي المكان زي أي مكتبة تزرها تستفد منها تزورها فعل الشرط طيب أصلها تزور تزوره لكن حزفة الواو ليه لأن مضارع مجزوم وعلمة الجزم السكون وحزفة الواو منع الالتقاء ساكنين مثلها تماما تستفد مضارع مجزوم وعلمة الجزم السكون وحزفة الياء منعا لالتقاء ساكنين قبل ما أختم تذكر بقى أن أدوات الشرط عندنا دي معلومة إضافية من وما ومهما بتعرف مبتدأ إمتى إذا كان فعل الشرط فعل لازم يعني اكتفى ملوش مفعول به أو فعل متعدي استوفى المفعول بتاعه مثل من يطع والديه ينال رضاهما ينال رضاهما طيب هنا الفعل أدات الشرط من من دي أدات الشرط للعاقل من يطع والده مثلا هنا الفعل دو يطع فعل متعدي طيب المفعول بتاعه موجود ولا مش موجود موجود من يطع والديه الفعل ضمير مستتر تقديره هو والديه مفعول به طالما الفعل استوفى المفعول بتاعه يبقى من أدات شرط جازمة اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ دي معلومة إضافية بقولها للطلبة المتفوقين إنهم عايزين يستفيدوا من معلومات الزيادة في النحوة لكن مغالبا ما بنطلبش من الطلبة إنهم يعربهم أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة طيب عندنا برضو من أدات الشرط اللي هي عندنا حيثو معلومة إضافية حيثو وإز بيدخل عليها ما حيثو ما أو إز ما فلابد من دخول ما عليها حتى تكون حتى تكون عاملة طيب برضو معلومة إضافية عايزين نفيدها ونقدمها للطلبة إذا جاء فعل الشرط أو جواب الشرط آه ماضيا بيكون فعل الشرط وجواب الشرط يكون في محل جازمة يعني إحنا متعودين كل الأمثل اللي جبناها جبنا أمثلة مثلا في المضارع طب على فرض إن أنا جبت فعل ماضي إن أنصطت طلابه للشرحة فهموا إن أنصطت طلاب أنصط فعل ماضي مبني على الفتح في محل جازمة أنصطه فعل مضارع مبني مبني على الضم في محل جازم لانه جواب شرط برضو فيه معلومة عايزين نوضحها عشان الدرس اللي جاي تمهيد للدرس اللي جاي اللي احنا عندنا ادوات شرط غير جازمة ادوات شرط غير جازمة يعني بتشرط لها فعل الشرط ولها جواب شرط ولكنها لا تجزم المضارع هذه الادوات اللي يائزة ولو ولولا وكلما ولما الحينية هذه الادوات لها فعل شرط لها جواب شرط ولكنها لا تجزم الفعل المضارع يبقى دي معلومة احنا عايزين نعرفها نضرب عليها امثلة عندما نقول اذا انتشرة اذا انتشرة طيب احنا قبل الامثلة هنرحب بتليفون من جيزة عندنا امها نوها من الجيزة السلام عليكم السلام عليكم ازايك يا نوها الحمد لله اخبارك ايه انتبعيها الحلقات معنا ولا اخبارك ايه اه طيب اه عايزة تسألي في حاجة اه هو في سؤال اعرابيا مش فهمية اه من يفعل الخير ينل الخير من الخير اعرابه ايه من يفعل الخير ينل الخير طيب من يفعل الخير احنا مثال زي كده اخدناه من شوية يفعل فعل مضارع مجزوم وعلمة الجزم السكون الفعل ضمير مستر التقدير وهو من يفعل هو يبقى الخير مفعول بما مصوب وعلمة النصب الفتحة ينل الخير ايضا اه مفعول بما مصوب وعلمة النصب الفتحة اه ده ايجابة سؤال يا نوها في اي حاجة تانية لا شكرا مستر طيب العافو مع السلامة السلام عليكم اه نرجع الى الامثلة اللي احنا عايزين نوضحها في ادوات الشرط غير الجازمة اه عندما نقول مثلا اذا انتشر العلم عم الرخاء اذا انتشر هنا فيه فعل شرط انتشر جواب الشرط عم فهنا فعل الشرط وجواب الشرط افعال ماضية عادية ما فيهاش اي حاجة مثال اخر لو انصف الناس استراح القاضي يعني لو الناس اتعملت مع بعض بعدل ورحمة استراح الايه القاضي ايضا لو الاختلاف والازواق لبارة السلع او مثال اخر كلما تقدم شبابنا ارتقت بلادنا عندنا بفعل الشرط تقدم جواب الشرط ارتقت اخر مثال لما التقى الجمعان لما الحينية بقى لما التقى الجمعان ثابت الشجاع وفر الجبان هنا فيه فعل الشرط التقى فعلا جواب الشرط يبقى ثابتا كده احنا خلصنا ادوات الشرط الجازمة بتجزم فعل واحد وادوات الشرط بتجزم فعلين وخدنا بعض ادوات الشرط الغير الجازمة ايضا وعرفنا ادواء عرفنا علامات جزم الفعل المضارع هي اما السكون واما حاسف حرف العلة واما حاسف حرف النون طيب احنا بعد كده هننتقل الى درس جديد مرتبط بالدرس الاول اللي هو اقتران جواب الشرط بالفاء اقتران جواب الشرط بالفاء طيب الدرس ده مرتبط بالله طبعا مرتبط به وعايزين ده درس مهم جدا في تانية سنوي وفي تالتة سنوي عايزين نشوف اه الدرس دوت من خلال الامثلة بيقولنا في القاعدة يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء في حالات معينة الحالة الاولى اذا كانت الجملة جملة اسمية ويعني اقصد بكلمة جملة اسمية ايه تكون من مبتدأ وخبر او دخلت انا عليها انا او احدى اخوات انا تدخل على الجملة الاسمية او لن نافية للجنس فاذا دخلت عليها تيب ايه يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء نظر بالمثال هو الله يوضح نحو عايز امثلة من يتقل لها فالجنة مسواه هنا فعل الشرط يتقي جواب الشرط الجنة مسواه طيب هنا الجنة مسواه ده تتكون من مبتدأ وخبر طيب طالما بجملة اسمية وبما انها جملة اسمية اذا يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء الفاء اللي انا حصلت لك ملوينة كده بيسموها فاء الجزاء ملاش اعراب على فكرة حرف مبني لا محل لها من الاعراب او طول الفاء وقع في جواب الشرط فاء الجزاء او وقع في جواب الشرط حرف مبني لا محل لها من الاعراب والجنة تبقى مبتدأ ومسواه بخبر والجملة الاسمية يكون في محل جزم جواب شرط يبقى الحالة الاولى التي يجب ان يقترن جواب الشرط فاء بالفاء اذا كان جملة اسمية او جملة انه او احدى اخواتها مثل انت خالط اللقام فانك منهم فانك ان حرف ناسخ والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم انه وشبه الجملة منهم يكون في محل رفع خبر انه ما يهمنا لماذا اقترنا جواب الشرط بالفاء هنا لان جملة جواب الشرط جملة اسمية او دخلت عليها انه يعني مثل مثال اخر ان ينصركم الله فلا غالب لكم جملة لنا فيه للجنس فلا غالب لكم فهنا الفاء وقع في جواب الشرط ويجب يقترن جواب الشرط بالفاء لان جملة لنا فيه للجنس يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء دي الحالة الاولى اذا كان جواب الشرط ايه جملة اسمية الحالة التانية رأى اذا كان جواب الشرط جملة فعلية بس فعلية ايه نظامها ايه فعلية في عدة حالات الحالة الاولى اذا كان جملة فعلية فعلها طالبي ويعني طلبي يعني مسبوقة بأمر فعل أمر أو نهي أو استفهام مثال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أداة الشرط إن إن كنتم تحبون الله إيه جواب الشرط اتبعوني اتبعوني ده فعل أمر بما أنه فعل أمر جواب الشرط فعل أمر يجب أن يقترم بالفاء فاتبعوني إذن يجب أن يقترم جواب الشرط بالفاء إذا كانت جواب الشرط جملة اسمية خلصناه أو جملة فعلية فعلها طلبي وأنا أقصد بالطلب هنا الأمر مثل فاتبعوني أو النهي مثل مهما تواجه من مصاعب فلا تتردد فلا تتردد طيب معنا تليفون أنا أخذ تليفون تاني مين معنا من اسكندرية مهة مهة من اسكندرية سلام عليكم ازيك يا مهة طيب عايزة اسمع صوتك يا مهة كده علشتك شوية أخبارك يا مهة اسمعيني ما بلاش تليفزيون اسمعيني من تليفون ألو ألو طيب الخطة أطعم عليش نحاول بمعنا مرة تانية ما نرجع تاني للجواب اقترام جواب الشرط بالفاء مهما تواجه من مصاعب فلا تتردد هنا يجب أن يقترام جواب الشرط بالفاء لأن جملة جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة بناهية يعني طلبي فعلها طلبي يعني المثال الثالث لو أخبرتك بسر فهل ستحفظه هنا طالما جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة باستفهام أو يسمى فعلها طلبي يبقى يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء يبقى إذن أو الحالة في الجملة الفعلية إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي الحالة الثانية إذا كان جملة فعلية مسبوقة بلن أو بما نضرب مساء على طول بلن إن تفعلوا خيرا فلن تندموا إن تفعلوا خيرا فلن طالما فلن يبقى معروف لا يبقى أن يقترن بالإيه بالفاء طب عارب تندموا إيه بالمناسبة يبقى فعل مضارع منصوب بلن لأني بعد شوية أقول لكم يا جماعة إذا اقترن جواب الشرط بالفاء معنى ذلك أن الفعل يعرب حسب موقعه في الجملة هيعرب حسب موقعه في الجملة فإذا اقترن جواب الشرط بالفاء معنى ذلك أن الفعل يعرب حسب موقعه في الجملة لتندمه مضارع منصوب بلان وعلمة النص بحاسف حرف النوت يعني لو المضارع مسبوق مثلا في اللي فات اللي خدناها قبل كده فلا تتردد مجزوم لان سبقه بلان ناهية لكن ستحفظه هيكون فعل مضارع مرفوع لكن عندنا هنا مسبوق بلان يبقى منصوب في محل جازم ماشي الحالة التالتة في جملة الفعلية اذا كان من فيه بما زي من يعصي الله فما نال رضا من يعصي مضارع مجزوم بحاسف حرف العل فعل الشرط ما نال فعل مضارع ده فعل ماضي مبني على فكرة نال فعل ماضي مبني على الفات هيكون في محل جازم جواب الشرط كله في محل جازم لكن انا عايز اقول لماذا اقترنا جواب الشرط بالفاء هنا لان جواب الشرط جملة فعلية مسبوقة بما ايضا يجب ان يقترن بالفاء اذا كان جملة جواب الشرط مسبوقة بقد زي من يطع الرسول فقاد اطاع الله يجب أن يقترن بالفاء لأنه جملة فعلية مسبوقة بقد أيضا يجب أن يقترن بالفاء إذا كان جملة جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد فعلها جامد يعني غير متصرف مثل عسى ليس نعمة بئسة حبزة لا حبزة زي من يتراجع عن الحق فبئسة ما صنع فبئسة طالما جواب الشرط فعل الشرط يتراجع جواب الشرط بئسة جواب الشرط جملة فعلية فعلها جامد يجب أن يقترن بالفاء من حمل علينا السلاحة فليس منا أو من غشة فليس منا ليس ده فعل جامد يبا يجب أن يقترن بالفاء يبا كده عرفنا أن الجملة الفعلية يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء فيها إذا كانت جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي أو مسبوقة بلا أو بقد أو بما أو فعلها جامد أو مسبوقة بالتسويف اللي هو السين أو سوفة مثلا أيانا يتبوأ المصري المناصبة فسيخدم وطنه فسيخدم لماذا اقترنا جو الشرط بالفا سيخدم لأن جو الشرط جملة فعلية مسبوقة بالسين فعل عرابه فعل مضارع مرفوع بالضم والجملة هتكون في محل جزم جو بالشر أيضا قول المولى عز وجل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا فسوف طالما أنه اقترن بالفا معنى ذلك أن الفعل يجب أن طالما أنه سبق بسوف فلابد أن يقترن بالفا إذن نستطيع أن نجمع الحالات التي يجب أن يقترن جو الشرط فيها في هذا البيت اسميات طلبيات وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف نوضحها اسمية يعني إيه يجب أن يقترن جواب الشرط بالفا إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية ومن ننساش معاها إن أو إحدى أخوتها أو لن نفا للجنس طالب طلبية يعني إيه فعلها طلب يعني أمر أو ناهي أو استفهام طب جامد يعني إيه يعني لا يتصرف طب مسبوقة بإيه بما أو مسبوقة بلن أو مسبوقة بقد أو مسبوقة بالتسويف طيب إحنا بكده بنكونهم خلصنا شرح الدرس يعني مطلوب من إحنا نبدأ إيه نتضرب على أمثلة للموضوع وزي ما قلت في البداية درس اقتراني جواب الشرط بالفاء من الدروس المهمة جدا في تانية أو في تالتة سنة ومحتاجينها جدا وعايزين نعرف مش كل جواب الشرط هقول علي مقترن بالفاء لابد أن يكون تاني عيدة تالت يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كانت جملة جواب الشرط جملة اسمية ونعني بالاسمية معاها إذا كانت فيها إن أو إحدى أخوات إن أو لأن فعال الجنس ده بالنسبة إذا كانت جملة اسمية طب ما كانتش اسمية وكانت جملة فعلي يشترط أن تكون فعلية فعلها طالبي والطالبي في تالت حاجات معانا الأمر والنهي والاستفهام طيب أو جملة فعلية مسبوقة بما أو جملة فعلية مسبوقة بلن أو جملة فعلية مسبوقة بقد أو بالتسويف يعني مسبوقة بالسين أو مسبوقة بسوفة طيب بعد ما شرحنا ووضحنا عايزين أكد على جزئية تانية قبل أن ننتقل للتدريبات أكد لكم على حاجة إذا اقترنا جواب الشرط بالفاء فمعنى ذلك أن الفعل يعرب على حسب موقعه في الجملة حسب موقعه في الجملة طيب الجملة كلها هتكون في محل جزمة مثال متى تكتهد فسوف تسمو فسوف تسمو طيب لو قال لي احزف الفاء ما أقدرش أحزف الفاء إلا إذا حزفت معها سوفة طب لو عايز أحزف سوفة يبقى في الحالة دي أقول متى تكتهد تسمو بالمين بسي وهو المضارع مجزون بحس في حرف العلة لكن طالما الفاء موجودة أو السوفة موجودة الفاء تكون موجودة أعريبها إزاي أقول سوفة فعل مضارع مرفوع بالضمة فعل مضارع مرفوع بالضمة أيوة الضمة كمان المقدرة والفاء الضمير مستاتر والجملة الفعلية في محل جزم جواب شرط جواب شرط المين لماتى ده بالنسبة للإيه الحترة كنا عايزين نتكلم في الفاء والتعاليها بسميها فاء الجزاء ملهاش إعراب قلوا لا محل دلا من الإعراب رابطة لجواب الشرط فاء السببية وخلاص تعالوا نخش على التدريبات عشان نبدأ نتضرب على أهم شيء التدريبات أول حاجة للطريقة اللي ممكن يجيب لي جملة ويقول لي إيه ميز من خلال الجملة عندما نربط بين الجملتين السابقتين ويجيب لي مثلا تتزودون من المعرفة تحققون أملكم وعايزنا أربط بينهم طيب أنا عايز كده كل إيه بعض أبنائي أو كل أبناء الطلبة والطلبات عايزهم يتكلموا معي يقولك يعني جاوبوا كده مع نفسهم حاول مع نفسك تتزودون من المعرفة تحققون أملكم هتجاوب تقول إيه هتجيب أداة الشرط الأول فهتقول مثلا إيه متى طب لو أنا كتبت متى أكتبتوا حق تتزودون يبقى أنا كده ما عملتش حاجة ما عملتش حاجة خالص أمه لأكتب إيه تتزودوا عملت إيه بأصبح فعل تتزودوا أصبح فعل مضارع مجزوم بحسف حرف النون تتزودوا مضارع مجزوم بحسف حرف النون هكتبها تاني متى تتزودوا وأشيل الشرط اللي موجودة وقل تحققوا تحققوا أملكم هذه الإجابة الصواب إيه بأهو لو كان جايب لي أربع جمل مثلا إجابات فيه واحدة صح والإجابات الإجابات تبقى خطأ هذه الإجابة اللي تبقى إيه الإجابة الصواب المثال الثاني يستقيم الفرد يعلو شأن الجماعة يستقيم الفرد يعلو شأن الجماعة برضو عايز أبناء الطلب يحاولوا معايا كده فيها هقول إيه عايز أحط متى أحط ماشي متى أحط إن ما فيش مشاكل تنفع دي وتنفع دي طيب أنا أقول مثلا إن يستقيم أدي عندنا إينا هيت معايا ويستقيم أقول إيه يستقيم زي ما هي ولا يستقيم لو قلت يستقيم يبنى ما كده غلط لازم أقول يستقيم لماذا الياء راحت فين ده أصبح في المضالع مجزوم بالسكون ما ينفعش يببياء ساكنة وميم ساكنة فبحذف الياء منع الالتقاء ساكنيني يبقى إيه يستقيم الفرد واشيل الشرطة وقول يعلو يعلو بقى واحذف الايه الواو يعلو شأن الايه الجماعة ديات الإجابة تبقى إيه بالطلعات تبقى الإجابة الايه الصحيح طيب الجملة الثالثة عايز أبناء الطلبة يبدأوا يتدربوا عليها بقى يجيبوها مع نفسهم الجملة بتقول تجالس الجليس الصالح تستفيد منه تجالس الجليس الصالح تستفيد منه هتقولوا إيه فيها ديات ها هتقول هايوة هيا لا الشرط من نسبة ها متى تجالس زي ما هي ولا شيل الالف واحد يقول لي شيل الالف أقوله تشيل الالف ليه يقول لي مش انت متعودين تشيل الالف طبعا أنا بشيل الالف لما يكون فيه حرف إلا أبني الأخير لكن ده مش مشكلة بالنسبة لي ده أنا في الحالة ديات هقول متى تجالس عادي يفضل زي ما هو عادي الجليس الصالح تستفيد هنا باحث في بقى لإيه إلياء لأن منع الالتقاء ساكنين المثال اللي بعده يعيش متفائلا سيجني الخير كله هنا بقى عايزين نشوف أبناءنا الطلبة يغلطوا فيها ولا يعملوا إيه ده على الدرس الثاني ليه لأننا جبت لك هنا إيه سياجني الجمل اللي فات ما كانش فيها فاء عشان بعض طالما متوودين لازم لا مش شرط في المثال دوت فيها سياجني يبقى إيه إذا أنا افتكرت على طول طالما جملة جو الشرط جملة فعلية طيب أنا قبل ما أجاوب مع أنا تقريبا شايماء من بني سويف ساناء من بني سويف السلام عليكم السلام عليكم عليكم وصحة الله بركاته آآ ما عليش وص آآ زماني خمد الده آآ أي سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم معليش وص عندي سؤال في النحر طيب اتفضلي آآ علينا الاهتمام بالثقافة الثقافة علينا الاهتمام الاهتمام بالثقافة علينا الاهتمام بالثقافة بالثقافة الثقافة بالثقافة لإيه الثقافة بالثقافة بعد دا كمي تاني الثقافة طيب ماشي الثقافة برض ماشي بالثقافة برضو ماشي علينا الاهتمام بالثقافة الثقافة طيب بعض الطلبة لما بتوفر الدون بعض الحاجات حتحت امركم فيها مفيش مشاكل عندنا في اللغة العربية عندنا في حاجة اسمها اسم الفعل وعندنا فيها الجر والمجرور وقد يختلط الامر على بعض الطلب عندما نقول عليك نفسك او يا ايوه الذين امنوا عليكم انفسكم هنا بقول في الحالة دية البعض يخطي ويقول جر ومجرور فقولوا لا احنا عندنا في حاجة اسمها اسم فعل امر بمعنى الزم الزم وانفسكم وفي الحالة دي يبع عليكم انفسكم يا ايوه الذين امنوا عليكم انفسكم يبع انفسكم مفعول به لاسم الفعل عليكم ده يفرع عني عندما اقول ايه بقى سلمت عليك هنا في الحالة دي كلمت عليك دي جار ومجرور جار ومجرور فعندنا إذن لابد أن نفارغ بين الجربة المجرور عليك وبين اسم الفعل عليك أو علينا ما هو عليك أو علينا مشكلة عندي اسم الفعل أضيفه للضمير عليك علينا عليكم في الحالة دي يكون اسم فعل وما بعده يقرب مفعول به هو عشان بس نظر لضيق الوقت احنا بسرعة كده عشان خلاص الوقت يأذف هننتقل المثال اللي هو قبل الأخير اللي عندنا في الدرس النهاردة ينمو الرأي العام قد يرقى المجتمع اربط بعد الشرط الجازمة في الحالة دي يقول ايانا ينمو احزف الواو قد يرقى ده المثال اللي لم نعنهوش على فكرة المثال اللي قام ربعا حيو الأول يعيش متفائلا سيجني الخير كله هنا في الحالة دي يقول ايه من يعيش متفائلا لازم اقول فسيجني المثال الخامس متى ينمو احزف الواو الرأي العام لازم اقول فقد يرقى يرقى زي ما هي بالضبط برضو كلمة فسيجني زي ما هي ليه لان اقتران جوز الشرط بالفاء فيظل الفعل كما هو مرفوعا فسيجني وفقد يرقى المجتمع المثال السادس تمشي فيه أسوان تزداده اعجابا بالجمال خدنا مثال قريب منه ايانا تمشي احزف الياء ايانا تمشي واحزف الياء فيه أسوان تزداد هنا بقى انا عايز ايه ابناء الطلب يركزوا معايا فيها يا طارا هكتبها ازاي يبا هنا ايانا وتمشي فيه أسوان فلازم اكتب تزداد كده تزداد اعجابا يبا هنا حزفت الالف منعا لالتقاء ساكنين اذا خلاصت الدرس النهاردة تاني يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء اذا كان جواب الشرط جملة اسمية او جملة فعلية فعلها طلبي او جملة فعلية مسبوقة بما او لن او قد او التسويث وفي نهاية الدرس ارجو ان يكون جميع الطلبة والطالبات قد استفادوا من درس اليوم تمنياتي للجميع بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته